رفتة الاحتجاجية كانت مطلع عام 2020 للمطالبة بتوفير الأدوية العلاجية للأورام السرطانية طالب وزارة الصحة بتوفير الأدوية الحديثة الأدوية المناعية، الأدوية الهرمونية والأجهزة الإشعاعية الحديثة مركز الفرات الأوسط يشمل الفرات الأوسط بأكمله ما بي بس جهاز واحد وهذا الجهاز يستقبل بالـ 75 حالة تقريباً من فوق المحدد إلى وبعد تلك المساعل لم يتغير الوضع كثيراً فنقص الأدوية ازداد في الآوينة الأخيرة بسبب انشغال المؤسسات الصحية بفيروس كورونا وتأخر عقود شراء الأدوية وتجهيزها للمراكز التخصصية فعلاً هناك مشكلة حقيقية بتوفير الأدوية ليست الأدوية السرطانية فحسب وإنما الأدوية بشكل عام هي مشكلة نعاني منها في دوار الصحة في المحافظات وفي وزارة الصحة السبب الرئيسي في هذا هو بصراحة الأزمة المالية التي تعصف بالبلد وتخصيصات وزارة الصحة للأدوية أيضاً تخصيصات قليلة يعني للحق نقول أنه الأموال المخصصة لشراء الأدوية للشركة العامة للأدوية أموال هي قليلة غير كافية بنسبة 40-50% ويرى مراقبون أن ماراثون الموت الذي تسببت به جائحة كورونا في العراق قد يشهد تنافساً حقيقياً بزيادة الوفيات في مراكز علاج الأورام السرطانية بعد نقص الأدوية العلاجية والإمكانيات الطبية في هذا المجال من النجف الأشرف المتظر الشريفي العراقية الإخبارية